جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ سمو الأمير الشيخ تمين بن حمد بتوليه مقاليد الحكم ويؤكد على متانة العلاقات الأردنية القطرية جلالة الملك يحذر من إذكاء نار الطائفية في العالمين العربي والإسلامي ويؤكد سيره في إصلاحات حقيقية جاهلة ومجلس النواب يقرر تخصيص جلسة الأسبوع القادم لمناقشة ملف امتحانات الثانوية العامة نشرة السابع والنصف من قناة رؤيا أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بكم عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد قيامه بزيارة إلى دولة قطر قدم فيها التهنئة لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني بمناسبة توليه مقاليد حكم دولة قطر وأعرب جلالته للشيخ تميم الثاني عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة متمنيا له التوفيق في قيادة قطر والشعب القطري نحو مزيدا من التقدم والرفاه والتطور والتحديث وأكد جلالته على ضرورة تعزيز وتفعيل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يسهم في ترسيخ وتوطيض دعائم التضامن والعمل العربي المشترك ويخدم القضايا العربية والإسلامية ورفق جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين ورئيس الديوان الملكي للشمي الدكتور فايز الطرونة وعدد من المسؤولين حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من أن التوسع في إذكاء نار الطائفية في العالمين العربي والإسلامي سيكون له أبعاد مدمرة على الأجيال القادمة وعلى العالم معربا عن خشيته من اتساع الصراع في سوريا وتحويله إلى فتنة بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مع جلالته وتمحورت حول أهم القضايا محليا وإقليميا حول الأوضاع السياسية المحلية أعرب جلالته عن أسفه لمقاطعة قوى حزبية وسياسية للعمل السياسي المنتج والبناء لافتا إلى أن الانتخابات الأخيرة وما تلاها من مشاورات نيابية قادت إلى تشكيل الحكومة هي تجربة وخطوة على طريق التحول الديمقراطي وتعميق نهج الحكومات البرلمانية بما فيها من دروس وبما ستراكم من خبرات وأكد جلالته على رغبته في الوصول إلى الحكومات البرلمانية بشكلها المتقدم اليوم قبل غد إلا أن واقع الحال مختلف مشددا على أنه لا ينشد انتصارات إعلامية وسياسية أنية بل إصلاحا حقيقيا يشمل جميع حلقات المجتمع من أجل تحقيق التحول الديمقراطي وحول العلاقات الأردنية الخليجية أكد جلالته على عمق العلاقة التي تجمع المملكة بالسعودية ودول الخليج واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمعه مع قادة هذه الدول مشددا على أن أمن دول الخليج العربية والأردن صنوان متلازما وأضف جلالته أن موضوع الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو محاولة لتأطير هذه العلاقة التاريخية في منظومة إقليمية مستقرة ومتجانسة وحذر جلالته من خطورة تطور العنف الدائر في سوريا مشيرا إلى أن الأزمة السورية قد تمتد من حرب أهلية إلى نزاع إقليمي ومذهبي مشددا على ضرورة وجود تنصيق عربي ودولي أكثر جدية من أجل وقف تدعية الأزمة وامتداداتها وفيما يتعلق بحماية الأردن من انعكاسات الأزمة قال جلالته أن الأردن هو الأقل عرضة لخطر الانقسام والتوتر الطائفي بسبب التركيب المتجانسة للمجتمع الأردني إلا أنه الأكثر تعرضا لانعكاسات أزمة اللجوء حيث وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 550 ألف لاجئ وحول حل الأزمة السورية دع جلالته إلى دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي يشمل وقفا فوريا للعنف وإطلاق عملية انتقالية سياسية شاملة تضم وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فلسطينية أكد جلالته على أن الأردن معني بشكل أساسي ومن منطلق مصلحة الوطن العليا وأمنه القومي في تحقيق السلام في المنطقة مؤكدا على أن ما تمر به المنطقة من اضطرابات هو حافز رئيسي للإسراء في تحقيق السلام أما حول اتفاقية الأردنية الفلسطينية لحماية المقدسات قال جلالته إنها جاءت في سياق تاريخي وقانوني والهدف منها تحديث الإطار القانوني للرعاية الهشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية بما يتوأم مع الوضع القانوني الجديد للدولة الفلسطينية عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة المهندس سعد هاري لسرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور وهيئة الوزارة صوت النواب خلالها بالموافقة على عقد جلسة مناقشة عامة مع الحكومة كما قرر المجلس تخصيص جلسة الأحد المقبل لمناقشة موضوع الأسرة والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع الحكومة بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من النواب بإحالته مشروع قانون شهداء الدفاع المدني وتقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية وبتحويله قانون البلديات الساري إلى المحكمة الدستورية استهل مجلس النواب جلسته التي عقدت وسط الخشية من فقدان النصاب في آخرها لأكثر من مرة وفي الوقت الذي قرر فيه النواب عدم صلاحية فتح باب النقاش في موضوع الطاقة والكهرباء نظرا لأن القضية أشبعت نقاشا وتحليلا فإنه قرر تحديد موعد لاحق لمناقشة قضية فوضى سوق العمل وتأثير العمالة الوافدة على العمالة المحلية علاوة على الاتفاق أن يكون يوم الأحد القادم موعدا لمناقشة كل من مسألة تسريب أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة وقضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والخطر الذي يهدد حياة بعضهم نتيجة إضرابه عن الطعام بالتزامن مع قرار المجلس إصدار بيان شديد اللهجة حول الموضوع ما يعانوه الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال والله إنه إشي بكشعر البدن أنا بتسأل وين منظمات حقوق الإنسان وين منظمات المجتمع الدولي بس علينا إحنا منظمات حقوق الإنسان مع الرئيس هذا الموضوع لا يحتمل أنه يتأجن هذا القرار يجب أن نتخذ قرار نقشه فورا وحارق والحكومة إذا الحكومة وزير التخارجية الله يزيل خير اتكرمت علينا إسرائيل وتعطبت وخلت قنصرنا في تل أبيب يزور الأسرى 12 سنة إذا الأسير أو السجين ما بيجو أهله وين منظمات حقوق الإنسانية مع الرئيس النواب شرعوا بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي واستحددا من نقاش على قضية كف يد الحكومة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال فك ارتباط وزير العمل بالمؤسسة الأمر الذي تطلب تدخلا من رئيس الوزراء رافضا الفكرة جملة وتفصيلا نجب تنشيل وزير العمل كيف يزال وزير العمل ما دامت خزينة المملكة ضامنة لأموال الضمان الاجتماعي لو كانت أموال الضمان أموال العمال جمعوها واقتطعوها وحوشوها وبدوا نستثمروها بالشكل البدوميان فليقل لكن الحكومة ضامنة القانون بيقول إذا تعرضت للإفلاس أو للغطاء أو للقطر أو لنفس الموارد بكرة بعد ثلاثين سنة أفلست هذه لا قدر الله مين بدي يدفعهم مئات الآلاف بل ملايين من المشتركين مين بدي يطمن أموال الحكومة وأنا أعتقد أن تكف الحكومة يدها عن أموال الضمان الاجتماعي بمكان بأن لا يكون رئيس مجلس الإدارة هو وزير العمل وأن يكون هناك محافظا لمؤسس الضمان الاجتماعي أسوة بالبنك المركزي هو أفضل لإفض أموال الشعب الأردني من أي من يتسيصرت الحكومة على أموال الضمان الاجتماعي وبشروع مجلس النواب إذا نعب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي يكون المجلس قد ولج بابا من أهم الأبواب التشريعية الطارقة لحياة نحو مليون مشترك في الضمان الاجتماعي يزن الرماوي قناة رؤيا أحاديث وحلوة وصور ورسائل خطية هي ليست مظاهر كرنفال احتفالي ولا مظاهر يوم مفتوح في أحدى المؤسسات أو المدارس بل هي لقطات من تحت قبة البرلمان لنوابنا ووزرائنا ترصدها لكم كاميرا أخبار رؤيا سلام عرافة زميلي معظم الوزراء والأمناء العامين وكافة الجهاد المستفيدة من المنحة الخليجية كان مطلب دولة الرئيس وبالضبط الأسئلة التي طرحتها وسيتم إن شاء الله قريبا عمل الجداول الزمنية وكيفية انفاق هذه الأموال تزويدنا أو بتخصيص بعض المبالغ المالية ليتم عمل ما يسمى بمتفرقات الصرف الصحي واللي من ضمنها مدينة الصلط ولكن ليس لكافة المنطقة الثانية في منطقة الصلط للمناطق الغربية والشمالية وانتخابات ما تفعهم هذا المنتمين داخل طبة البرلمان والعرب والمسلمون والعربي الزميلات والزملاء الكرام سعادة الرئيس الحمد للوحيد لتكذير المال لحلال الشرط والغني وإضافة الشرط أمنا واستقرارا لذلك قول لحكومة أن تبقى مدينة السياحية لهذا دواق وسفقت وهذه الحلاوة العشمية فيه ورسول للمناطق السياحية وليق على اختصال الصرف الصحي في المنطقة الجمهورات السابقة كعباءة الملك لا يدددوا بها المقصرون بسيطاولا عن حرور عمضوا ليبطانا جميع العربي ما تستيطرون ما تزللون الأخيرة عطة الحق لمجلس الأمة مما يوفره مصاعد تتبعون الليلة في الثامنة والنصف حلقة جديدة من برنامج نبض البلد للحديث عن أبرز الملفات السياسية والاقتصادية الحكومية وضيف الحلقة دكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون العلام والاتصال والشؤون السياسية والبرلمانية قرر مجلس نواب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع تسريب أسئلة التوجيه جاء هذا القرار بعد تزايد الحديث عن وجود تسريب في أسئلة العديد من المباحث في الدورة الصيفية المزيد في التقرير التالي التوجيه أو امتحان تحديد المصير كما يعتبره الكثيرون تخوفات مستمرة من تسريب الأسئلة واحتياطات من قبل الوزارة لمنع حدوث هذا ومع ذلك يطل هاجس وإشاعات التسريب كل صباح وأحياناً قبل الامتحان بساعة أو أقل مرفقاً بالإجابات النموذجية بطرق عديدة منها التقليدي ومنها عبر وسائل الاتصال الحديثة ورغم النفي القاطع لوزارة التربية بحدوث هذا الخرق يتردد السؤال عن كيفية وصول هذه الأوراق إلى الطلبة وما الهدف من تسريبها لا يوجد أي ورقة امتحانية تم تسريبها قبل بدء الامتحان وهو الساعة التاسعة هناك نجد كثير من المواقع الإلكترونية من تنشر الساعة التاسعة وثمانية وخمسين دقيقة أي بعد بدء الامتحان بساعة يعني هذا الامتحان الثانوية العامة له من السمعة العالية والمصداقية العالية وبالتالي علينا أن نحافظ جميعا على هيبة الامتحان وعلى مصداقيته وعلى أن لا ينال أحدا منه بأي صورة من الصور رئيس هيئة مكافحة الفساد أعلن عن توقف عدد من الأشخاص على خلفية تسريب أسئلة التوجه وهذا الأمر يتنافى وبشكل قطعي مع ما صرحت به وزارة التربية وهو نفي تسريب الامتحانات مع امتحان مادة الثقافة العامة بدأ مسلسل تسريب الأسئلة بحسب مطلعين وعبر تطبيق الواتساب الخاص بالهواتف النقالة حيث تم تسريب الورقة قبل الامتحان في إحدى القاعات قبل عقد الامتحان وهذا ما يعلن من تلقاء نفسه أن ما تتبعه وزارة التربية من عمل النماذج المتعددة لنفس ورقة الامتحان لم يكن نافعا يوم امتحان أساسيات الإدارة للفروع الإدارة المعلوماتية بحدود الساعة 9 إلى 10 صباحا وصلتني ورقة أسئلة يتبعها حل لهذه الأسئلة هذه الأسئلة أنا مش أستاذ أساسيات إدارة سألت الطلاب حول هذه الأسئلة أجابوا أنه هذه الأسئلة هي الأسئلة التي جاءت أسئلة الوزارة أول شيء وصلت غلط مش للكل وصلت صح بس وصلت لإننا أول شيء غلط بعد بربع ساعة وصلت الأسئلة الصحة عن طريق الواتس أب قبل الامتحان في ربع ساعة أو تلت ساعة وصلت أسئلة الوزارة الصح 100% مع القلق النفسي والتوتر قبل أداء الامتحان ناهيك عن الضغوطات التي تمارس على الطلبة من الأهالي وصعوبة بعض الامتحانات أصبح كثير من الطلبة يقضون وقت الدراسة بانتظار الأسئلة المسربة ما قد يحرم الطلبة الأجدر من فرصة يعملون من أجلها بجد وتعب وهي الحصول على مقعد في الجامعة وفقا لمبدأ التنافس جورج برهم قناة رؤية رعى محافظ الكرك أحمد عساف اليوم صلحة عشائرية بغرض إنهاء المشاجر الطلابية التي وقعت في جامعة مؤتاء خلال الأيام الماضية إذ اجتمع المحافظ بوجهة المحافظة لتوصل لإصلاح ذات البين ولإنهاء الإشكالية وكان مجلساء مناء وعمداء جامعة مؤتاء عقداء اجتماعا اليوم لمناقشة ظاهرة العنف التي تعصف بالجامعات الأردنية وخاصة جامعة مؤتاء وأصدر بيانا أكد فيه على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة من خلال سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع ولوح المجلسان في نهاية الاجتماع بإمكانية إيقاف الفصل الصيفي إذا استمرت ظاهرة العنف لأن سمعة الجامعة وظروفها الأكاديمية تستدعي أن تستمر بوتيرة علمية وأكاديمية عالية الطرب أحيانا يجد أن العنف داخل الجامعة قد يكون أسلم لهم من أن يكون العنف خارج الجامعة ولكن الآن في الأنظمة الجديدة التي ستطبق في الجامعات والذي بدأنا فيه داخل الجامعة أيضا نحن الآن سيكون هناك ضبط عالي جدا وسلن تكون الجامعات ساحات لمثل هذه الأمور ولذلك الآن الصلاحيات معطاه لنا بشكل كبير جدا أن من يمارس العنف داخل الجامعة يكون قرار الفصل من الجامعة قرار لا رجع فيه وبالتالي نحن سنكون حازمين جدا في هذا الموضوع لأنه لا تحتمل الأمور مثل ذلك العملية التدريسية يجب أن لا تتوقف في الجامعة الطلبة يجب أن لا يكونوا مرعوبين داخل الجامعة المكتبة يجب أن تعمل على أقصى طاقة موجودة فيها العمليات يجب أن تستمر من أفضل ما يمكن ولذلك حقيقة لم يعد مجال لاحتمال ذلك ولذلك لن تكون الجامعات نرحب بكم من جديد يواصل وزير الخارجية الأمريكي جون كاري جولته في المنطقة حيث يصل في الساعة المقبلة إلى عمان قادما من دولة الكويت ويلتقي كاري خلال زيارته إلى المملكة كبار المسؤولين وسيبحث آخر المستجدات في الشرق الأوسط في مقدمتها الملفان السوري والفلسطيني وفي تصريحة له سبقت وصوله إلى عمان نفى كاري الأنباء التي تحدثت عن عقد اجتماع ثلاثي في عمان يوم الجمعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أردنية مضيفا أنه لا يريد أن يحدد مهلة لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لكنه أكد على ضرورة حدوث تقدم قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل كشفت الحكومة الفلسطينية عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قمت بمصادرة 379 دونومان من أراضي تقع جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية وذلك استنادا إلى قانون منع تنفيذ أعمال إرهابية لحماية المستوطنات وقال غسام دوغلوس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن هذه الأراضي تقع بمحاذاة مستوطنة براخة المقامة على أراضي بلتة كفر جليل جنوب مدينة نابلس وضف دوغلوس أن قوات الاحتلال صدرت أكثر من 950 دونومان من أراضي محافظة نابلس خلال شهر الماضي مؤكدا على أن حكومة الاحتلال تعمل على تسريع وطيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية من أجل فرض سياسة الأمر الواقع في ظل جهود دبلوماسية المبذولة من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا أصدرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تقريرا يكشف استمرار نهج الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بالأسرة وامتناع سلطات الاحتلال عن مراعاة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بهذا الخصوص وأوضح التقرير من خلال المقابلات التي تم إجراؤها مع الأسيرات صعوبة الظروف الصحية والنفسية التي تتعرض لها الأسيرات السياسيات جراء التوقيف والتحقيق من قبل محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي وجنود الاحتلال وكشف التقرير عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات إلى ظروف اعتقال واحتجاز وصلت إلى حد التهديد وتحرش الجنسي اللفظي والاعتداءات على المعتقدات الدينية الأمر الذي أدى إلى تردي الحالة النفسية والصحية لهم وطلبت اللجنة العامة في تقريرها بتحقيق الجنائي المستقل والنزيه في الشكاوى المقدمة عبرها وعبر المنظمات الأخرى دعية إلى تطبيق اتفاقية بانكوك والالتزام بما ينص عليه القانون الدولي الخاص بالأسر السياسيين وبالعودة إلى شأن المحلي مرة أخرى اعتصم العشرات من سائقي التكسي اليوم أمام مجلس النواب للمطالبة بشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي مشتكين من ضعف الإطار النقابي المدافعي عن حقوقهم والعاجز عن تلبية مطالبهم على حد قولهم والمتمثلة بشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي إضافة إلى تغول ملاك السيارات وإشحافهم بحق السائقين وابدى المعتصمون استياءهم من غياب الرقابة والقوانين التي تلزم ربط الترخيص للسائق العمومي بشموله في الضمان الاجتماعي المطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يشمل السائقين العمومي ومطلب آخر هو تسجيل النقابة وتعديل قانون وزارة العمل حتى يتسنى لنا معالجة جميع الأخطاء في النقابة في السير عفواً لصالح المواطن أنا خدمت واشتغلت بشركة نقل رسمية معروفة هنا بعمان سنتين كاملة وانظلمت من حقي من ضمان اجتماعي ومن انتميز صحي وكامل حقوقي راعت سنتين كامل 24 شهر اشتغلت فيه ليل نهار في صيوة شتا ما أخذت منهم ولا أقل شتعب أطلق مركز الأميرة بسمة في لواء لغويرة مبادرة هوانا غير وذلك في إطار التوعية المجتمعية بالحفاظ على البيئة حيث قام المشاركون بالمبادرة بتجميل النفق المؤدي إلى لغويرة عبر طلائه بالألوان وإزالة العبارات المسيئة المكتوبة عليه وكتابة عبارات توعوية تتعلق بضرورة الحفاظ على البيئة والاعتناء بطبيعة المنطقة وفي إطار المبادرة التطوعية قامت مجموعة من شباب لغويرة بحملة نظافة في منطقتها وذلك بدعم من متصرفية لواء والبلدية وإحدى شركات القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق مبدأ المسئولية المجتمعية أقرى المجلس الوطني لشؤون الأسرة منح إجازة الأبوة لمدة ثلاثة أيام لموظفيه ما يتيح للأزواج أخذ إجازة عندما تضع زوجاتهم مواليد جدد هذا القرار جاء ضمن تعليمات المجلس الجديدة لعام 2013 وتماشيا مع دوره في تعزيز وضع الأسرة الأردنية من خلال المساهمة في إعداد ووضع الخطط والاستراتيجية الوطنية وتعديل التشريعات ذات العلاقة أخبار رؤية استطلعت بعض أراء الشارع الأردني حول هذا القرار لا والله مش معاه لأنه أنا بعتبرها إنه هذا استقلال وهذا العطلة ما يعني مش لمصلحة التوظيف أو الموظفين لأنه يعتبر إنه استقلال يعني أما ما تكون أنت مثلا من داهم وفيه يكفيك إنك فيه عطلة عندك خميسة جمعة هذه مكفيذك العطلة أنا مع القرار طبعا ولو أنه يتعمل على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة كأنه الشخص بحتاج أنه يعمل معاملات وأوراق مطلوبة منه وما بتعرف شو ظروف وممكن أنه يكون بحاجة أن يكون واقف جم مرته في الأول أيام والله قرار حلو وقويس يعني بيعطي فرصة للأب أنه يضل مع مرته أو مع زوجته الوالدة مثلا أنه يساعدها مثلا تكون مخضوعة ما فيش أنتها حدا يعني قرار حلو منيح والله القرار هذا معقول معقول جدا لأنه الزوجي بحاجة لرعاية في البداية لما تولد ولد أو بنت بحاجة أن يكون الزوج حواليه إذا ما إلى أهل ما إلى أخوات بعيدة مثلا عن أهلها مسافري في بلد ثانية والله القرار هذا أنا بعتبر الأبو دائما مظلوم هو الشقيان وهو التعبان ومن حقه أنه يأخذ راحه ويرتاح كمان والله هذا القرار هو قرار يعني ممتاز للجميع يعني أنه المرأة والرجل هم متساويين في المجتمع اللي عندنا حاليا ومجتمعات العربية كلها فمش غلط الإنسان يعني يعني إجازة الأمومة أو إجازة الرجوع للرجل الأيام هي بالذات الرجل ومرأة متساويين كل شيء ننتقل الآن إلى جولة سريعة على أخبار العالم تحسبا لتظاهرات الثلاثين من حزيران التي دعت إليها حركة تمرد في العاصمة المصرية القاهرة تدفع المصريون إلى المحال التجارية لتخزين سنع غذائية خشية من المظاهرات وما قد يرافقها من أعمال عنف وحضر تجول كما تشهد مصر الآن أزمة واقودا قبيل أيام من التظاهرة وتهدف حركة تمرد التي جمعت لغاية الآن ما يفوق العشرين مليون توقيع إلى صحب الثقة من الرئيس محمد مرسي في الذكرى الأولى لانتخابه أعلن الجيش الأمريكي عن خطط لخفض عتيد قواته في سياق برنامج تقشفيا أقره البنتاجون مؤخرا عقب انتهاء حربي العراق وأفغانستان وذلك لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوفير 500 مليار دولار على مدى عشرة أيام وسيبلغ قوام الجيش عقب التخفيض 490 ألف جندي منخرط في الخدمة وأكثر من 200 ألف جندي في قوات الاحتياط فتحت صندوق الاقتراع في العاصمة المنغولية أولامفاتور أمام قرابة ثلاثة ملايين منغولي للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ثلاث مرشحين وسط توقعة بفوز الرئيس الحالي تسخايا البجور البلغي من العمر 50 عاما والمنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحاكم ومن أهم التحديات أمام الرئيس الجديد استغلال الثروات المعدنية المنغولية وسط تنامي المعارضة لمنح طرخيصة إلى شركات التعدين الأجنبية أقام أسقف مدينة كابتاون في جنوب إفريقيا صلاة من أجل صحة الرئيس السابق نيلسون مندلا راجيا أن ينعم بالسلام والطمأنين في أواخر أيامه يأتي ذلك بعد زيارة قام بها الأسقف ثابو ماجوبا لمندلا في مرقده في إحدى مستشفيات المدينة التي دخلها قبل نحو 20 يوما لمضاعفات في الرئة وعززت تصريحات ماجوبا من توقعات المواطنين بأن مندلا لن يتمكن من التغلبية على المرض هذه المرة نحن الوقت الآن لنستمع إلى أخباركم أنتم والسؤال هو شو آخر خبر سمعته؟ اتشال جثة غريق سد الموجب بعد ستة عدد اللاجئين سوريين وصل حوالي مليون ونص بالنسبة للأهوة سمعنا أنه في بداية الشهر هذا رح ترتفع من سبع دنانير الإكسترا إلى ثمان دنانير والفواكه يعني لمسنا في ارتفاع فيها الفواكه والخضار خصوصا البندورة وأنتم بتعرف أن البندورة هي يعني أكلة الفقير جلال سمرك عبد الله اليوم رح يرجع من قطر وتعيين المدرب حسام حسن بدل المدرب عدنان حمد السناف دوام جامعة موتى بكرة غدال نبدأ مع الإحصائية التي وردتنا من المديرية العامة للدفاع المدني ومن خلال مراكزها المنتشرة في جميع محافظات المملكة والحوادث التي تعملت معها خلال اليومين الماضيين عنا مقارنة ما بين يوم الثلاثة نبلش مع حوادث الإنقاذ يوم الثلاثة تم التعامل مع 210 حوادث أما الثلاثة فارتفع العدد إلى 237 بالنسبة للإصابات يوم الاثنين 74 إصابة يوم الثلاثة 79 أخيرا الحالات المرضية يوم الاثنين 437 ويوم الثلاثة 666 ننتقل مباشرة لإدارة السير المركزية والحوادث التي تعملت معها خلال اليومين الماضيين يوم الاثنين تعملت مع 326 حادث يوم الثلاثة مع 362 حادث الإصابات يوم الثلاثة 26 الثلاثة 38 وأخيرا الوفيات يوم الاثنين ولا حالة وفاة الحمد لله ويوم الثلاثة نعم حالتين وفاة نتمنى لها الرحمة سنتقل إلى أبرز الأخبار التي تم تداولها من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم للعاصمة القطرية الدوحاح تقدم التهنئة لأمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد كما نرى في الصورة التالية القائمون على حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر غردوا قائلين جلالة الملك يزور قطر لتهنئة سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة توليه مقاليد الحكم قناة رؤية فازت اليوم بجائزة أفضل تقرير إخباري في مجال التلفزيون في المصابقة الإعلامية التي جاءت بعنوان بالأقلام نحارب التدخين الجائزة التي ينظمها مركز الحسين للسرطان فازت بها رؤية من خلال التقرير الذي أعدته الزميلة ألن يوسف والذي كان من منتاج الزميل هشام خريسات وتصوير المصور عبدالهادي علان طبعا ألف مبروك لرؤية ولي الزميلة بهذا الإنجاز صالح زيود باركة بالجائزة بتعليق على صفحتنا الإخبارية قائلا ابداع يا رؤية شكرا يا صالح لمقاقيش غردت على تويتر مهنئة بالفوز مبروك رؤية شكرا للمة أيضا وريم أيضا بدورها باركة الفوز داعي الزميلة إلى مزيد من النجاحات مستقبلا قائلة عن جدارة واستحقاق بتستاهلوا وإلى المزيد من التألق والنجاح شكرا لريم أهلا الاتحاد الأردني لكرة القدم وكما طالعنا طبعا مع زميل نطاري عصفور في النشرة الرياضية عن تعيين المدرب المصري حسام حسن ليدرب النشامة في المرحلة المقبلة خلفا للعراقي عدنان حمد الألامي العربي مصطفى الآغة باركة للمنتخب هذا التعيين عبر تغريدة له على تويتر قال فيها مبروك للأردن تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب وبالتالي تعود النكهة المصرية لكرة النشامة وكما توقعنا رحل عدنان حبد وربما سيدرب منتخبا خليجيا المواطن العربي عدنان علي اعتبر أن هذا القرار خاطئ بقوله رسميا الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين المدرب المصري حسام حسن مدربا لمنتخب الأردن اختيار خاطئ بوجهة نظري حاشم سوالمي بالمقابل توافق في الرأي مع عدنان علي حيث اعتبر في تعليق له على صفحة رؤية رياضية رؤية سبورتس على الفيسبوك أن اختيار المدرب المصري حسن غير جيد قائلا بصراحة كنت أفضل تعيين شحاتي مدرب للمنتخب بالنسبة للأخوين حسن تجربتهم ليست بالكبيرة وهم مش قد المنتخب كانت هذه أبرز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وصلنا بهذا إلى نهاية النشرة ولكن هذا التفكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين جلالة الملك عبد الله الثاني يهني أسموه الأمير الشيخ تميم بن حمد بتوليه مقالد الحكم ويؤكد على متانة العلاقات الأردنية القطرية جلالة الملك يحذر من اذكاء نار طائفية في العالمين العربي والإسلامي ويؤكد سيره في إصلاحات حقيقية شاملة ومجلس نواب يقرر تقصيص جلسة الأسبوع القادم لمناقشة ملف امتحانات الثانوية العامة نذكر بأنكم تتابعون الآن الحلقة جديدة من برنامج نبض البلد شكرا لحسن المتابعة تصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة